يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الأفريقي وذلك بعدما توج الفريق الأحمر بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا هذا وحقق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره الترقل التونسي بهدف النظيف في إياب نهائي البطولة القارية فوز كبير جديد يضيفه الأهلي إلى رصيد بطولاته الأفريقية بفوزه على الترقل التونسي وحصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر ليكمل رحلة انتصاراته التي لا تتوقف معلنا أنه الأقوى والأكبر في القارة من حيث حصد البطولات بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي كما أن لقاء الذهاب انتهى في رادس بالتعادل السلبي واليوم يقتنص البطولة من أيدي شيخ الأندية التونسية الذي فاز بسبعة ألقاب أفريقية من قبل منها أربعة في دوري الأبطال أربع وخمسون مباراة خاضها الأهل ضد الفرق التونسية حقق الفوز في سبع وعشرين مباراة وتعادل في سبعة عشر وخسر عشر مباريات وكان فوزه على النجم السحلي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين عام الفين وسبعة عشر هو الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية وقد التقى الأهل والترجي من قبل خمسا وعشرين مرة خلال أربع عشرة مواجهة أفريقية ثلاثة عشر منها في بطولة دوري أبطال أفريقيا والرابعة عشرة في كأس الكونفدرالية حيث فاز الأهل في اثنتين عشرة مباراة وفاز الترجي في أربع مباريات وتعادل الفريقان في تسع مباريات وحمل النهائي المصري التونسي الرقم الثامن عشر ضمن النهائيات بين الفرق العربية في تاريخ دور أبطال أفريقيا حيث يمتلك المارد الأحمر الغلبة بواقع خمسة ألقاب من تسعة نهائيات بينما حقق الترجي جميع ألقابه الأربعة ضد أندية عربية وخسر نهائيين آخرين وما يعطي الفوز اليوم طعما مختلفا هو أن الفوز ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع سنويا الفائزة بلقب دور أبطال أفريقيا ونظيره الزمالك الذي أحرز الكونفدرالية الأفريقية ترجمة نانسي قنقر